أحمد الله حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد حبة في الله هذا لقاؤنا الأسبوعي المتجدد مع برنامجكم البيوت الآمنة أدعو الله عز وجل أن يؤمنها بطاعته وأن ينزل عليها رحمته وأن يرزق بناتنا أزواجا صالحين وأبناءنا زوجات صالحات وأن يوفق الصالحين للصالحات بعضهم لبعض رب العباد ولي ذلك والقادر عليه كما نسأله عز وجل أن يوسع أرزاق أبنائنا وبناتنا بأزواج فيهم الخلق وفيهم الكرم وفيهم الدين وفيهم ما يرضي الله سبحانه وتعالى وأدعو الله عز وجل أن يصرف عن بيوتنا جميعا وبيوت كل من يقول لا إله إلا الله شياطين الإنس والجن وأن يؤمن مجتمعات المسلمين بالخير رب العباد ولي ذلك والقادر عليه وأثني بالصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد لو أن الله رزق أحدنا قطعة أرض يريد أن يبنيها دارا له وبعدين يأتي المهندس المتخصص فيعرض عليه صاحب البيت يعني كيفية البيت الذي يريده أنا أريد في المعمار الطراز الإسلامي الآخر يريد الطراز الإغريقي آخر يريد الطراز اليوناني واحد يريد الطراز القديم واحد يريد الطراز الحديث كذلك الأغراض أو المبادية التي هي داخل البيت كل واحد يريد بتصميم معين وبطريقة معينة أنا أريد الستائر بالشكل الفلاني والثريات بالشكل الفلاني والسجاد بالشكل الفلاني إذن كل واحد فينا يريد أن يبني داره على الطريقة التي تريحه طيب هذا أمر البيوت الأمنة لها زي بالضبط بعض من مثلا الوزارات التربية والتعليم والجامعات في بعض أو كثير من بلادنا العربية والإسلامية يقول لها تصاميم ثابتة أنت تريد أن تبني مدرسة ابتدائية فهذا تصميمها ثابت تأخذ هذا الماكيت تعمل زيه هذا الدزاين وهذا التصميم تبني مثل الفتحات كذا ستس الصف الدراسي يريد أن يكون فتحات تهوية وإضاءة ارتفاع الصقف كذا فيه يعني أساسيات لبناء هذا البيت أو هذه الجامعة أو هذا المعمل أو هذا الأمر أو هذا البناء الذي يريد أن يبنيه طيب البيوت ما هي المقياس الذي نقيس عليه يعني أنا أرى أننا تحدثنا كثيرا عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أننا تحدثنا عنه فلن نستطيع أن نوفيه وحقه صلى الله عليه وسلم لكن أنا اليوم أريد أن أسأل سؤالا لو سألت أحد المشاهدين أو المشاهدات الآن جدك رحمة الله عليه الذي أنجب أباك أو جد أبيك الذي أنجب جدك كم ترك من الأولاد تقول والله ترك كذا وكذا مثلا خمسة من الذكور وثلاثة من الإناث كم زوجة أنت زوجة والله تزوج زوجة واحدة أو مات عن زوجتين أنت تعرف تاريخ جدك الذي أنجب أباك أو جد أبيك الذي أنجب جدك لكن لو سألتك عن أجدادك الحقيقيين وهم أشرف من أجدادنا يعني أكيد أجدادنا الذين أنجبوا أباءنا وأجداد أبائنا الذين أنجبوا أجدادنا كانونا الصالحين لكن أجدادنا الحقيقيين اللي هم الصحابة رضي الله عنه كانوا هم الصلاح نفسه وعشان هم الصلاح نفسه لا يبد أن نقترب من بيوتهم يعني كلنا يعرف مثلا لا أحدا من المسلمين لا يعرف العشرة الكبار من المبشرين بالجنة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي إلى آخره ونحن نعلم من هم العشرة لو سألت يعني واحدا منكم أو سألت المقربين مني ذكورا أو إناثا رجل عظيم الرجل الثاني في الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر من أبنائه من هي زوجته هل كانت زوجة واحدة أو عدة زوجات طب وكم أنجب من الأولاد والبنات نحن نعرف لأبي بكر أن ابنته الأثيرة المشهورة في التاريخ كله أم المؤمنين أمنا عائشة رضي الله عنها لما لها من بصمة واضحة في تاريخ الإسلام لكن من هن أو من هم أخوات أو إخوة عائشة هل عائشة هي البنت الوحيدة أمنا عائشة هل هي الوحيدة لأبي بكر بيت أبو بكر هذا رضي الله عنه يعني إذا كنت لو سألت ولدي الآن الأولاد والبنات الذين في الجامعة مثلا أو في المدرس المتوسطة في الثانوية يا ولدي تعالى الممثلة الفلانية التي قامت بالفيلم الذي حاجة على الأسكار سنة 2001 والاسمها كذا وتزودت كذا وأنجبت كذا وتبنت كذا وتلبس كذا وتحب اللون الفلاني وتستيقضت على حق تفاصيل تفاصيل ولا تسن كام يا ابن عمره سبع سنوات وثلاثة أشهر الله أكبر طيب يعني هل سمعت عن أسماء بنت عميس يقولوا الله دي كانت لعبة تنس تقول لا ابني مش لعبة تنس دي واحد يعني إحدى الصحابيات وإحدى زوجات أبي بكر رضي الله عنه ويا الله هو أبو بكر المتزوج واحدة أسماء أسماء ما هنالبعيزين ما هو البيوت الآمنة عشان نعمل بيوت آمنة نأتي بالبيوت الأصلية التي كانت آمنة وكيف كانت تسير وبناء عليها ننشئ بيوتنا لأننا ما يهمنيش البيت بتاعي يكون طرازه إسلامي أو طرازه فرعوني أو طرازه قبطي أو روماني أو يوناني أو فارسي لكن المهم أن يكون بيتا فيه السكينة ليست القضية في الجدران والستائر والثريات ولا لا المهم الكيان البشري الموجود داخل البيت التعامل الأخلاقي الموجود داخل البيت بس في نقطة ليس معنى هذا أن الخير قد تبخر من الأمة لا والله حكاية أقصها من واقع سنواتنا القريبة هذه امرأة مسلما في بلد عربي في هذه السنوات يعني السنوات الثلاثة الأربعة الأخيرة يعني تشككت أن زوجها قد تزوج عليها ودي بالنسبة للمرأة يعني بالنسبة لها نفسيا القبر لها أفضل نفسيا يعني هي تقول هذا يعني هي تتمنى أن تكون في القبر قبل أن يعني يصل هذا الخبر المهم هي تشككت فيعني تحققت فتأكدت فأنا الرجل متزوج عليها تمام والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا شككت فلا تحقق لأنه لما تحقق تصل لنتيجة غير طيبة المهم لما تأقنت أن زوجها متزوج عليها هي امرأة عاقلة ربيت في بيت من البيوت الآمنة كأنها ما عاربت شيئا ولم تذكر أمام زوجها لا بالتلمية ولا بالتصريح أنها فهمت شيئا أو عرفت شيئا إلى أن مرت عمان كاملة ومات الزوج فولثت منه ميراثا كبيرا أخذت ثمن ما ترك لأنه تترك أولاد قسمت الثمن حقها إلى نصفين وأرسلت إلى زوجته الثانية التي كانت تعلم أنه قد تزوجها سبحان الله الزوجة الثانية أترى أيضا تربت في بيت من البيوت الآمنة ما الذي صنعت أعادت المبالغ الرهيبة الضخمة التي ورثتها هذه الزوجة أم الأولاد وأعطت نصفها لأن الزوجة الثانية لها يشترك أم الاثنين في الثمن تدخل واحد على ستاشر والثانية واحد على ستاشر المهم يعني فأعادت إليها ما أخذته وقالت لقد طلقني قبل أن يموت بسبعة أشهر يا الله يبدأ أن الخير لسه في الأمة يعني هي لما تقبل مالا بالله إلا واحدة تانية من إياهن وقالوا ما هذا ناها قد نطلع مصر رأنا كسبت منه إيه للأسف ده أنا حتى تزوجته سبحان الله لما كل واحد فينا يعمل رصيد له عند الله ورصيد عند الطرف الآخر لما يجي يسحب من الرصيد لا يغضب على أدفه سبب هو ليه الناس كلها زعلانة من بعضها ليه كله غضب لأن الرصيد مش قوي أو أنني أنسى الرصيد يعني قد يحسن كما قال صلى الله عليه وسلم أحدكم إلى إحدى كنا دهرا ثم تظهر منه هنا هنا يعني إيه؟ يعني سقطة غلطة وكلنا قطئين يعني كشر مرة قطب جبينه مرة أشاح بيده مرة رفع صوته مرة يعني وده كثير في البيوت فتقول والله قسما تقسم تقسم ما رأيت منك خيرا قط يا الله ولا حتى لا تسام الرصيد إيه؟ ده أنا لما روح البنك أو المصرف ومعي شيك من فلان وأقدمه وبعدين يعطيني المبلغ فورا لا لأن الرصيد يسمح طيب لما الموظف يعيد إلي الشيك أو الرصيد لا يغطي أنا معلش لكن إحنا مع بعض يجب أن يعني نغطي برصيدنا سحوباتنا يعني أنا لي رصيد عند أهلي أهلي لهم رصيد عندي نسحب من الرصيد مش ممكن يكون إنسان ليس له رصيد الذي ليس له رصيد هو الشيطان اللي ليس فيه إلا إيه؟ إلا الشر وذلك لما نجلس في جلسة صلح تفضل يا فلان تكلم يتكلم بصفات سيئة عشرين صفة في الزوجة التي تجلس أمامه أقول لا إله إلا الله يعني يا ولدي ولا حسنة واحدة فيها دي ما شيطان مريد وإن لماذا دخلت يا ابن بيت الشياطين وهي إذا ذكرت تذكر له سبعين سيئة تقول يا ابنتي ولا حسنة الله وإن لماذا زوجك من بيت الأبالسة لا حاول يا أخواننا هذا خطأ وخطل وخبر أن ينسى بعضنا رصيدة الآخر ولذلك كان أمنا عائشة بنت الصديق إلا هنا إن شاء الله بعد الفصل هنتكلم على يعني إن شاء الله على بيت الصديق كانت تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم والله إن علي ابن أبي طالب أحب إليك مني ومن أبي لحظة غيرة من عائشة تغار على رسول الله وإن تدعيما تذكر عليه 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 حتى غارك من عليه هو أنت والله علي أنت تحبه أكثر مني وأكثر من أبي خلي بالك من الذكاء تعلم مكانة أبيها عند رسول الله يعني أبو بكر ده قصة أخرى حكاية والله لو عملنا يعني حلقات أسبوعية لمدة عشرة أعوام عن الصديق ونصرته للإسلام ومناقبه ومآثره العشر سنوات تنتهي ولا ينتهي كلامنا عن صديق الأمة الذي لو وضع إيمانه في كفة وإيمان الأمة كلها في كفة لرجحت كفة إيمان أبي بكر إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني أثنين من ثاني أثنين فأبو بكر إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه من صاحبه أبو بكر لا تحزن إن الله معنا مع من؟ معي أنا يا رسول الله ومعك أنت معي أنا وأنت يا أبو بكر إذن هذه القيمة الكبيرة هذا الجبل الذي وصفته أمنا عائشة كان كالجبل الأشم لا تزيله العواصف ولا تزلزله القواصف كان كالبحر الهادئ الذي يلعب فيه طفل بحجر ولكن كان إذا غضب فهو أمر عظيم أبو بكر هذا سبحانه بيته عجيب كم كان متزوج سيدنا أبو بكر كان عنده ستة أولاد ثلاثة ذكور وثلاثة من الإناث يعني عنده ستة من الأولاد الستة دول أنجيبه من كم؟ من أربع من النساء يعني سيدنا أبو بكر كان متزوج أربع نعارب بعض المشاهدات الآن هياخدوا على خطرهم شوية من من الصديق لا خلي بالكم اعوى على الصديق الصديق ده قصة واحد ايه من النساء يقول يا الله من أنه متزوج واحدة فلا كان متزوج أربعة الأربعة دول يعني أنا ده يعني إحنا لا نفتح الباب على المصر عايحة مش كلمة عن التعدد الآن لا أنا أقول دائما البيوت الآمنة بواحدة خلوها أمنة خلوها ساكنة لا تلعبوا في البركة بحجر ليه؟ خلوها أمنة كده مطمئنة ساكنة مطمئنة لا تحركها إلا عند الضرورة هذا نصيحتي كأب لكل أبنائي من المشاهدين وأبناتي أيضا من المشاهدات من الأربعة التي تزوجهم أبو بكر رضي الله عنهن وعنه أولا ومن أنجبت من أولا يعني نحن إذا جاءتنا أسماء يعني لنساء أو رجال في قبل الإسلام وأثناء الإسلام لا يعني نعيب عليه أو لا نتعجبها لأنها كانت أسماء في وقتها كانت طبيعية فقطيلة بنت عبد العزة كانت أولى زوجاتي وأنجب منها عبد الله وأسماء يعني أسماء وعبد الله دول أمهم أسماء قطيلة بنت عبد العزة خلاص الزوجة الثانية وهي المشهورة في التاريخ أم رومان رضي الله عنها وذي أنجبت له عبد الرحمن وعائشة اللي كان يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى حورية من حور الجنة فلينظر إلى أم رومان وعند هذه الحورية من حور الجنة نترككم تلتقطون أنفاسكم مني ثم نعود إليكم بعد الفاصل إن شاء الله لنرسير بيت الصديق حتى تكون بيوتنا آمنة مطمئنة قريبة من بيوت الصحابة أجدادنا الصالحين كنوا معا بعد الفاصل إن شاء الله أهلا بكم مرحبا بكم محبة في الله مرة أخرى وقبل الفاصل كنا مع رضي الله عنها التي أنجبت لأبي بكر رضي الله عنه عبد الرحمن وأمنا عائشة بنت الصديق الأشهر في التاريخ في بيت الصديق رضي الله عنه والأشهر في رواية الحديث والأشهر في مكانتها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقلها النابه الذكي العبقري التي حفظت آلاف الأحاديث من النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تغار عليه غيره عجيبة وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان يقول رزقت حبها كأن الحب محبة الأزواج والله محبة الناس مع بعضها لا تظنوا أنها تخرج من قلب لا هي تنزل من فوق ليه لأن أرواح جنود مجندة فيه أرواح لو عاشت مع بعض خمسين سنة لن يحبها والله لو أم وبنتها لا يحبوا بعضهم بعضا تظل طوال حياتها لا تحب أمها وأمها لا تحبها فيه فيه أشياء نسمع عن قصة وقد تكون استثناءات يعني ممكن البنت لا لا تحب أمها ده يعني قد يكون لأنها يعني بنت ترى مصطحتها في زوجها في أهلها في أولادها في كده لكن غريب أن الأم لا تحب ابنتها تكون أم لا بد أن تكون مريضة نفسيا تعرض على الطبيب تشوف إيه العقد اللي عندها لماذا لا تحب هذه البنت لماذا لا تحب هذا الولد لماذا تقدر هذا الولد ولا تقدر هذا الولد لماذا يعني تعطي عينيها لهذه البنت ويعني تتكاسل أن تبتسم في وجه ابنها الآخر أو ابنتها الأخرى كل كلام ده يحتاج إلى أطباء نفسين يعني الطب النفس مهم جدا في إظهار العقد والقلاق اللي في النفس الإنسانية وأعقد ما خلق الله عز وجل النفس الإنسانية أنت أحيانا سبحان الله تلاقي أهلك في البيت أو الزوج في البيت يا ما شاء الله أدبه وأخلاق وفجأة ينقلب رأسنا على تقطيب جبين ورفع صوت تعالى الله من هذا حالات كده سبحان الله الإنسان وأغيار الأغيار موجودة في الدنيا الثبات غير موجود فأسماء بنت أم رومان أنجبت عبد الرحمن وعائشة أما أسماء بنت عميس رضي الله عنها الزوجة الثالثة لأبي بكر قد أنجبت له محمد ابن أبي بكر رضي الله عنهما أما حبيبة بنت خارجة فأنجبت له أم كلثومي بأصبح عند أبي بكر ستة من الأولاد ثلاثة من الأولاد وثلاثة من البنات لما زوج أبو بكر عائشة وهذا الكلام للأباء في البيوت إحنا لما نزوج بناتنا لا نستطيع أن ننقطع عنهم ولا نستطيع أن ندس أنوفنا في حياته ليه؟ لأن البنت بعد الزواج صار ولا أهد زوجها وبعد بناتنا ما شاء الله قد تربينا في محاض إيمانية وبيوت آمنة لا يأتي لنا أولاد من الشارع ولا من المقاهي أو النوادي وتزوجني هذا أبدا بناتنا بفضل الله وكل المشاهدين والمشاهدات بنات صالحات بينتظروا إلى أن الأب يتقدم له واحد صالح والأب يختبر ويستخير ويستشير وبعدين يقدمه إلى ابنته فالإنسان بعد زواج ابنته يصير ولاء البنت يعني أصبحت زوجها ولاءها لزوجها لكن تحتاج إلى مشهورة الأب وتحتاج إلى مشهورة الأم دون تدخل سافر في حياة حياة البنت ولذلك كم من بيت فسد عندما تدخل الأهل من هنا أو من هنا يعني مهم جدا هذا كلام عن البيوت الأمنة لما قالت كما ذكرت لكم قبل الفاصل أن لما عائشة قالت لأمنا عائشة قالت النبي صلى الله عليه وسلم إن علي أحب إليك مني ومن أبي الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كأنما يعني غضب أبو بكر قرأ غضب الرسول في وجه كانت حبيب صلى الله عليه وسلم لما يغضب يسكت وكان ينفر منه العرق الهاشمي عنده عرق كده معروف في بني هاشم يعني حتى في ناس عندنا في البيوت يقول لك يا الله الله الولد ده لما يغضب زي جد الله يرحمه زي خاله زي عمه في عائلات كده لها إيه لها سبحان الله فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحمل جينات بني هاشم الجينات دي مؤثرة جدا في حياة الإنسان الآن العلماء بيعملوا الخريطة الجينية ويعرفوا عن طريق الخريطة الجينية الخريطة النفسية اللي بجاب منين العصبية جاب منين هذا الحلم ملكات والملكات دي نعم نعمة من الله إذا كانت ملكات طيبة وفي ملكات إليها نسأل الله السلامة فجاء أبو بكر يعني يهدئ الموقف في بيت النبي صلى الله عليه وسلم فيبدو أن خاف أبو بكر من غضب الرسول صلى الله عليه وسلم فتركه حتى إيه حتى يهدأ بالليل بعد صلاة العشاء الرسول صلى بالمسلمين ودخل فاقترب أبو بكر من بيت النبي صلى الله عليه وسلم فسمع عائشة تضاحكه النبي صلى الله عليه وسلم سر الحمد لله المياه رجعت لمجاريها والرسول غير غضب من عائشة فاخترق الباب ودخل شوفوا شوفوا الأدب يقول أدخلاني في سلمكما كما أدخلتماني في حربكما هو أنتم يتدخلوني صحة الهام صحة المشاكل صحة الحياة الحلوة الطيبة والامتسامة اللي بينك وبينها فهذا من دلال أبي بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعدين بيوري عائشة يعني لا داعي لأن لأن الرسول إذا غضب غضب الله لغضبه ده معصوم هذا معصوم مش أي واحد ما احنا نغضب معادلة الناس بالعامية يقول لك يضرب رأسه في الحيط لما مش كده بالعامية اللي قال لا الرسول قال كده الرسول إذا غضب لقضية أخرى سبحان الله ويقال أن أمنا عائشة مرة الرسول يكلمها في موضوع في قضية تحدثت عن صفية بنت حيبن الأخطب يعني ضراتها أو زوجة الرسول الأخرى بنت زعيم اليهود فالرسول يضع يده على كتف عائشة بيهديها يعني لغة الجسد تنحي يعني ايه يعني تنزع يدرق يا الله يشوف تخير والله هذا الكلام لأبنائي من الأزواج الرسول صلى الله عليه وسلم يعمل معا هذا وانت مش بتحمل يعني يا عم تحمل شوي مال فين الرجولة يا رجولة ضرب وإذاء وبخل لا الرجولة قوامة يا عم غاضب يا أم ما تخرج بغاية ما ترجع حادي رح صلى العشاء ويرجع هو قد في غرفتك ويعمل روحك ايه غضب مع روحك كده شوية راجع حساباتك ومتوضى احنا مش عايزين البيوت الشيطان يسكن فيها احنا عايزين البيوت الامنة والله هذا من يعني كم قدمت من برامج كثيرة على الفضائيات على مدى أربعين سنة بفضل الله سبحانه وتعالى هذا البرنامج عزيز إلى قلبي لأنه يتكلم عن اصلاح البيوت والبيوت والطلاق الذي أسمعه وأراه عندي في المكتب وعلى الهاتف وفي على الإيميل وفي المشاكل يحزنني ويؤلمني أن بعض الدول العربية اقترب نسبة الطلاق بالمئة ستين بالمئة طلاق هاد من بيوت وبالذات البيوت اللي فيها أولاد والله البيوت التي ليس فيها أولاد أنا لا أعول لها هم ربنا يروح يرزقها بواحد أفضل من زوجها الذي طلقها وهي وهو ربنا يرزقه بواحدة أفضل أو تتوافق مع أخلاقياته ما في ناس يكون هو ممتاز وهي ممتازة ولكن لا يستطيع الملكات مختلفة الملكات مختلفة كل واحد يفكر بطريقة عامل زي القطارين اللي ماشيين على قضيبين متوازيين لا يلتقوا أبدا ليه لأن الأرواح فين من أيام ما خلق الله الأرواح قبل خلق آدم الأرواح اللالفة تجمعت إذن تجدوا أن بيه بيوت منضبطة والله بيوت أمينة أعرف كثيرا منها بفضل الله لما رؤوا شوفوا الزوج والزوجة بعد عشرين وثلاثين سنة يمكن أنهم إخوات يا الله الله هو دازو الشهداء أخوها تقريبا انطبعوا مع بعض بطريقة معانا وفيه ناس يعيشوا خمسين سنة تحت بيت وعض نفس المشاكل ويجوا في نفس القضية ويعرضوا نفس المصيبة وما فيش فايدة النقطة التي بدأتوا منها زي بالضبط يعني إذا كانت يطلع في الكاميرا أمامكم الطاولة التي دائرية النقطة الأمامي نفس قد لف وندور نرجع زي بتاع في الساق أول مخر نجاب لكم للطاولة عشان تعرفوا هو ده لزوم الدور ما شاء الله شكرا لنا سلطان وقطع ده لزوم الدور إيه لزوم الدور دائرية نلف وندور مع بعض مش وصلين خطوة للأمام نحن عايزين خطوات للأمام المهم فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يضع يده على تتف ويتنزح دخل أبو بكر في هذا الموقف لم يستطح صبرا فليجي جريدة جنبه عارفين أنت الجريدة لقد تعالنا أظنوا ما كلنا عارفيني النخلة ما شاء الله جريدة النخلة فأراد أن يضرب ابنته إكراما لرسول الله فاحتمت بظهر الرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ممكن تحتمي بظهر أبيها لكن لا احتمت بإيه بظهر الرؤوف الرحيم فقال الرسول مبتسما كم مرة تحتمي بظهري مش بعاوني أن كل مرة يعني ليه من باب إيه من باب تخفيف يعني ويقول لها كم أنت شديدة اللصوق بظهري يا عايزة مش بعاوني كل ما تحصل مشكلة أنت تختبئ فبعد ما يخرج أبو بكر يقول لها مداعبا ألم أحميك بدأ تفتح نقاش العتاب فالرسول الله يريد المعاتبة العتاب يقول لها مرير فقال شوف شو أدب الرسول شوف حنان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه يقول ألم أحميك من الرجل آنفا أنا مش شرت عنك بل وكانت جاي يضرب أبو بكر يعني سبحان الله بيعاتبه هذا العتاب ولذلك لما حدثت الحادثة التي هزت بيت الصديق أكبر حادثة هزت بيت الصديق كانت حادثة الإفك التي نزل فيها قرآن كريم هذه الحادثة هزت المدينة كلها أو هزت المدينة كلها أو اهتزت المدينة كلها لها عشان ده بدل اجتمال بدل كل من كل إذا قلنا هزت المدينة يبقى كلها لكن المدينة كلها اهتزت كلها عشان بدل من إيه من المبتدأ المرفوع هكذا أنتم علماء أكيد في اللغة ما شاء الله بس يعني إيه أذكر نفسي بقواعد النحو التي درستها في الصف الثاني الأول المهم يعني ما علينا أكيد أنتم كنتم في الصف الثاني أيضا زي حالي المهم فحادثة الإفك هزت المدينة هزم ليه أولا بيته أبي بكر بيت معروف من الجاهلية من أكرم البيوتات بنيتين هؤلاء كانوا مشهورين بشيء عجيبين ده ماثة الخلق وحسن التعامل مع النساء يعني نساء بنيتين كانوا في منتهى الدلال على أزواجهم وأبائهم وإخوانهم على غير عادة العرب يعني بنيتين قبيلة أبي بكر غير سيدنا عمر كان عنده في بيت الخطاب بني علي رغم أنهم كانوا مسكين السفارات يعني زي ماقول بيت سيدنا عمر كان وزارة الخارجية القراشية قبل الإسلام وعمر كان السفير كبير بين القراش في كثير من القبائل والمدن المحيطة بمكة فلكن رغم ذلك كان فيه عمر كان يقول يعني كنا لا نقيم للنساء بالا في مكة يعني النساء دي عمزة بعض البيئات العربية الله يمر روحت بالد عربي بدون ذكر اسمها يعني الإمام على المنبر يقول ايه وإن النساء حاشاكم الله وتحوله ولا قوة تقلب الله ده الإمام والمقموم يعمل ايه ده الإمام عمل للمرأة يعني انها لا قيمة لكن فأبو عمر يقول كنا لا نقيم للنساء وزن فيما إلا لما رأينا رجال الأنصار كيف يعامل واحدا الواحد منهم زوجته وأهله فتعلمنا رقة التعامل مع النساء من رجال الأنصار أبو بكر كان من هؤلاء الذين تعاملون بأدب جم وبثقافة حسن التعامل في الجاهلية أبو بكر العجب العجاب أن العجيب أن أمه كان اسمها أم الخير أم الخير يعني بالعامية كده تخيل أم الخير جابت للأم الخير كله الله وعندين لما لما سميته إيه عتيق اسم اسم عتيق هذا كان اسم أبو بكر الأساسي فتعجب الناس قال الله إيه أم الخير سميه ولدك عتيق ده اسم غريب جدا قالت كي يعتيقه الله من النار سبحانا قبل الإسلام قبل الإسلام أبو بكر أستم عنده 38 سنة لأنه كان أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم سنتين سبحان الله فحادثة الإفك هزت بيت أبي بكر هز عنيف ولما بلغت أمنا عاشها وعالمت بالقصة بعد غزوة من المستلق ذهبت إلى بيت أبيها أبو بكر عشان رجل يفهم في الأصول وفي القيم طلب ابن ابنة أن تعود إلى بيت الرسول صلى الله عليه وسلم كي لا تتثبت الشائعة شوفوا الأب لما يكون حنون وعنده قوان وعنده حسن تفكير لم يترك ابنته وتعالهنه وكيف هو لم يدافع عنك وكيف هو لم يخطب على المنبر ويقول إن زوجتي بريئة مما يلصق بها فهذه القيمة التي عند أبي بكر بطريقة التفكير أعاد عائشة إلى بيت زوجها ماذا صنعت أم رومان أمها تربط على كتفها وتحتضنها ويتبكي وتقول يا ابنتي والله ما كانت من امرأة حسناء عند رجل يحبها يتكلم عن عائشة وعند رجل الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان لها من ضرائر إلا وحسدنها وقللنا من شامها هي بتخفف عليها الصدمة تخفف عليها لإيه الصدمة هذه البيوت الآمنة هي بتحتضن البنت في التربية لما إيه تتزوج أما زي نشعل للدون ونجمع العائلة وعائلة العائلة ونروح على القاضي سبحان الله يعني الكلام خطير لكن على كل فيه فاصل يعني إن شاء الله إيه حتى تلتقطوا أنفسكم من حادثة الإفك ثم تعودوا لنكلمكم عن حوادث الصدق إن شاء الله أهلا بكم مرحبا بكم أحبة في الله مرة أخرى وتوقفنا عند حديث التي اهتزت لها المدينة ولكن الله سبحانه وتعالى لم يترك المؤمنين هكذا علامهم عليه وإنما أنعم عليهم بإنزال آيات كلمات تبرأ الأمنا عائشة مما التصق بها على ألسنة المنافقين والإنسان يا سلام لما يدعي الله ينتصر له ولا تنتصر أنت لنفسك دع رب العباد سبحانه وتعالى يدافع عنك لأن الله يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا فلما نزلت الآيات بتبرأة عائشة رضي الله عنها وكان الرسول صلى الله عليه وسلم في بيت صاحبه الصديق لما سري عنه وتل الآيات قالت أم رومان لابنتها قومي فاحمدي رسول الله قومي شكور الرسول صلى الله عليه وسلم على أن القرآن نزل عليه فانظر إلى العتاب الشديد أو الدلال الشديد أو الرصيل الكبير الذي عند أمنا عائشة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول والله لا أحمده إلا الله الذي نجاني العجيب في الصديق أنك من ضمن الذين لاكوا عرض أمنا عائشة مصطح ابن أثاثة مصطح ابن أثاثة كان ابن عم سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وكان أبو بكر ينفق عليه كان شاب فقير ولكن للأسف اتقي اتقي شر من أحسنت إليه لكن العلماء يكملوا لنا علمونا وإحنا صغار وما زلنا صغار نتعلم يقول اتقي شر من أحسنت إليه بالإحسان إليه لازم نحسن إله بالذات القريب الحسود قريب الحقود ده نحسن إليه عشان ايه نكسره ثمه أو يعني يعني نقلم أظافر الحسد عنده فسيدنا أبو بكر انتهى وتوقف عن الانفاق على مصطح جريعة معقول أنا مصطح أنفق عليه بعدين نتكلم عن خطف عرض ابنتي ومش أي ابنة دي أم المؤمنين وزوج الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وأمها أم رومان فلما نزلت الآية الكريمة ولا يقتلئوا الفضل منكم والسعة يعني لا يبخل ولا إلى أن قال رب العباد وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم فبكى أبو بكر وقال والله أحب أن يغفر الله لي وعاش الصديق بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعامين وأخمت حروب الردة ثم جمع القرآن وهذا أكبر عملين كبيرين في تاريخ الصديق هذا الإنسان العظيم الذي منيز في تاريخ الإسلام ولما مات غسرته أسماء بنت عميس زوجته وكانت أول امرأة تغسل ميتا زوجها يعني في الإسلام كان أول امرأة طبعا فيه خلاب من الفقهاء على أن هل يجوز للمرأة أن تغسل زوجها أو العكس بعض العلماء يقولون هذا الرأي لأن أسماء غسلت أبا بكر رضي الله عنه أمنا عائشة تقول لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا مرة أخرى ما غسل الرسول صلى الله عليه وسلم إلا زوجاته لكن الرسول كان أوصى أنه يغسله عليه والفضل للعباس والعباس ابن عبد المطل حدد هو من يغسلونه قال رجال من أهل بيتي أمنا عائشة تقول والله لو الأمور رجعت مرة أخرى قلنا احنا زوجات الرسول غسلوا طبعا فيه أراء أخرى وأنا أميل إلى الرأي الآخر بأسنيد علمية طبعا مش يعني مش بين دماغي أن لا يجوز أن تغسل الزوجة زوجها ولا الزوج زوجته لأن انقطعت عراء الزوجية وعقل الزوجية فلان وهي لم تصبح زوجته لما كان زوجها قبل أن تموم فإذا انقطع عقل الزوجية بموت أحدهما وطبعا علاوة على البعد النفسي يعني تخير زوجة منهارة زوجها وبالذات يعني إذا كانوا زوج كريم وقليل ماهم يعني إن شاء الله نتمنى أن يكونوا كثيرين إن شاء الله يعني تكون في محبة في عشرة طيبة فيبقى مؤلم لها أن تغسله أو مؤلم له إذا كان أيضا يعني يقدر زوجته لرصيدها الكبير عنده فيعني بفضل الله يعني هذا رأي وهذا رأي ده يعني لمحة سريعة عن بيت الصديق إن شاء الله كنا من أهل الدنيا ربما الحلقة القادمة ندخل عنده بيت آمن آخر من بيوت الصحابة ونبدأ فيه التواصل عشان نكون أهل كرم مع الإخوة المتواصلين زي من نسيمة من فرنسا السلام عليكم عليكم السلام إمام الشيخ مرحبا يا بنتي تفضل هذه فرحة كبيرة لنكلم معك يرضى عنك يا بنتي الله يبارك فيك يا بنتي تفضل آمين بارك الله فيك عندي سؤالين تفضل يا بنتي السؤال الأول السؤال الأول هو في جباد الشيخ كان عملت يعني غلطة كبيرة بعدين تبت عليها وفي حد حق يعني حجيت ويعني خلاص لكن هو المشكلة الشيخ أنا بحثنا يعني بالعيلة في العيلة وفي الخارج العيلة يعني ما في عفو نعم يعني ما حسيت في عفو عند بعض الماس يعني من الأقارب نعم نعم هذا السؤال الأول السؤال الثاني يعني من يعرف كيف أتعامل مع هذا الموضوع نعم السؤال الثاني الشيخ أنا عندي تلاثة وربعين سنة يعني كان قبل هذا اللي يعني العمر كان يجي ويعني يشوفوني الناس لكن ما في كمال يعني ما في خطوبة ولا ولا شيء مع مع الوقت والعمر يعني صعب أكثر يعني ما نعرف كيف يعني يتعامل في هذا الموضوع طيب انت حاض أنا أجيب بارك الله فيك بارك الله فيك بارك الله وفيك بارك الله فيك الشيخ سلام عليكم نعم أنا طول الله من الشارقة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لا فمعت كنت عايزة أطلق طلب من حضرتك ومش سؤال الحقيقة يريد حضرتك تعمل لنا حلقة بعنوان ثق الأولويات حاط يعني أنا دلوقتي ما بقاش عارفة هل مثلا الأولوية إن أنا أعود مع زوجي مثلا يعني نتبادل أطراف الحديث يكلمني عن ولا أقيم الليل في هذا الوقت مثلا هل يعني ممكن ده أعتبر سؤال مثلا نعم 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 طب حاط يعني يريد اختراح جايد وربني يبارك فيك شكرا شكرا جزيلا شكرا أيها أبو جراح من ابو ظبي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا أبو جراح افتقدناك أبو جراح كيف حالك شو صاحتك والله يفضّل ونعم أبو جراح تفضّل أبو جراح أحبك في الله أحبك الله الذي يحبط يبارك فيك أبو جراح يبعد عنه الدين والهم والغن مع النساء خاصة زوجاتها السؤال الاول. مم. وعشان نقتد فيه صلى الله عليه وسلم. طيب. وبعدين نقول اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وشفاءنا من كل داء. نعم. سنجعل القرآن ان يكون قريب من قلوبنا. ايوه. وشفاءنا من كل داء اللي احنا فيه حاليا. طيب حاطب. بارك الله فيك بجرح حاطب. بارك الله فيك. جزاك الله كل خير. الله يرضى عنك. ايوه. طيب نارحق نجاوبك شوية اول. فرنسا اه لعل لها يعني المرأة المسلمة الوحيدة التي تذكر اسمها. وده شي طيب يعني. انت تدخل موسوعة جينس. المن التي قالت عن عمرها. فنقول هذه المرأة الصالحة ان شاء الله. طيب. اه هي الاول لها مشكلة ان زمان اه حدث ان اخطأت خطأا معينا. ولكن الناس لا تسامح. شو ابنتي. الانسان المسلم الصادق. عندما يتوب الى الله توبة خالصة. لا يهمه كلام الناس. طالما تاب فيما بينه وبين الله. وارتسمت فيه اركان التوبة. فرب العباد عز وجل يوما ما. فينسي الناس. وينسي الحفظة. وينسي ملك السيئات. وينسي الشهود. وينسي الجوارح. فيأتي العبد يوم القيامة. ولا. لا جوارحه. لا لسانه. ولا يده. ولا جلده. سبحان الله لان ربنا لما يتوب. سبحان الله يمحو الذاكرة من عن المخلوقات. واولهم جواريخ. انت دائما كل ما سمعت للأسف الناس تستسهل غيبة الناس. والله يعني لم يسمعوا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو سترته بثوبك لكان خيرا لك. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. يعني سبحان الله العظيم. الانسان لماذا لا يسطر عورات الناس. عشان ربنا يسطر عوراته. ومن تتخل بالك. الرسول يقول. والكلام لي اولا. ولأولادنا الفنين والفنيات. وكل المشاهدين والمشاهدات. من تتبع عورة المسلمين ليفضحهم. تتبع الله عورته وفضحه. ولو في جوف. احفظوا. والله لما تخرجوا من الحلقة. الا بهذا الحديث المرعب. ليه نتسبح. ليه نتتبع عورات الناس. لماذا? لماذا نتكلم عن اخطاء الناس? هو اخطاء. تاب في ما بينه وبين الله. ربنا سبحانه يتوب علينا جميعا. هذا امر. مكارمتين? طيب سيتي. نعم. رتيبة ايوة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا لي بيت. انا عندي سؤالين. نعم. سؤال الاول يفتاد فيما يخص حفظة اليوم يعني من حديثك عن زواج الصالحين قبل. بس الان يعني فيها الضرة. ايوة. الضرة يعني كلمة الضرة يعني شوية من الضرر. يعني مفيش امرأة على الان على في هذا العصر. الان تقبل بضرة. يعنيها جاية من الضرر شوية. ورا زمان. نعم. ورا في المستقبل ان شاء الله. ولا في المستقبل. يلا عشان اكمل لك بس السؤال. نعم. لانه اه اه. هذا السؤال يعني هل يحق للمسلم ان يتزوج ويسأل زوجته? لانه اغلب الاحيان ما يسأل زوجه. يتزوج على طول. يعني. ما عارف الاجابة طيب وبعدين. ده السؤال الاول. السؤال الثاني. السؤال الثاني. اه 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 امام دعاة اه شافقي لما كانوا بده من كان موجود في الحرمان كانوا بدهم يبعتوه على على اوروبا وعلى امريكا. لانك انت في الحلقات السابقة قلت انك مسافر على امريكا في شهر اربعة. نعم. سألوه قالوا له انك اه بدنا نبعثوك على اوروبا وعلى امريكا. قال لا انا ما بدي اروح هناك. لانه الاوروبيين هذا حسب ما شفت في المسلسل. في الحياة. مسلسل الحياة. اه انه قال الاوروبيين. اه يعني حياتهم. اه اه انا ما اه اه منش قادر اروح هناك لانهم لا يسلموا. طيب حقا. انا اروح هناك اللي اه اه فقط من اجل المسلمين. وهذه بغية العلماء الجميعا. طيب. هذا السؤال. اه سؤال. وصل السؤال. ان شاء الله. بارك الله. اه. ابو فاطمة السلام عليكم. بقى ابو فاطمة. ابو فاطمة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله بركاته يا شيخ. مرحبا حبيب. تفضل. كيف حالك يا شيخ? الله يضع عنك ببريك. تفضل. اه سؤال يا شيخ اه هل يجوز تقديم الهدايا والاحتفال في يوم في حق الحق اللوم في يوم آآ آآ في يوم الايه? اه عيد الام. عيد الام ايه. ما يسمى بعيد الهمة وعيد الام. طيب حاضر. ان شاء الله. نعم. حاضر. اه نعود الى ابنتنا التي لم ترزق. لم ترزق بالزوجة حتى لان اقول لها يا ابنتي الزواج رزق. والرزق يأتي به الله. لا يستعجله انسان. والله لا يعجله لعجرة عبده. ولا تظني ان رب العباد سبحانه وتعالى اغلق الباب فخزائنه ملأة. بكل شيء من ضمنهم الازواج. فالوقت الذي يريد الله فيه سوف يطرق الباب زوج صالح ان شاء الله. رب العالمين. ربنا يا ابنتي يزوجك بصالح. ويقول لبنات المسلمين ان شاء الله. اه اختنا امات الله عايزة حلقة عن فق الاولايات ان شاء الله. اه ناعد بهذا ان 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 قدر يعني ان شاء الله. او جراح كان يسأل عن كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتعامل مع زوجها. كانت يتعامل بالقرآن. كان قرآن ان يمشي على الارض. القرآن بيعمل انه كان بيبحث عن رضا الله سبحانه وتعالى. اه كيف يكون القرآن اه في قلوبنا وشفاء لنا من كل ده. ان لا نقرأ القرآن فقط وتوقف عند القراءة. او نقرأه في العزاء او على رأس الطفل او او نضع المصحف تحت رأس الطفل كي لا يفزع بالله. القرآن عبارة الصحابة طبقوا القرآن. اتملكوا وامتلكوا العالم كله وساعدت بيوتهم ومجتمعاتهم. بفضل الله عز وجل. اه البنتنا الرتيبة تقول ان مسألة الضر لا تقبلها احد. اه رتيبة طيب. رتيبة بالدال حاطر. السلطاني صحيح لي نطقي الاسماء. حاطر. هي وصلتني هكذا. طيب. الكلمة اه ضرة هذه اخترعتها النساء القرون الاربعة الاخيرة. هي اسمها اختها. ده في الفقه. يعني زوجة الثانية اخت. طبعا كل النساء هيعترض عن انها اخت لكن ايه هي اخت. انما المؤمنون ايه? اخوة. هم رحش يجابوا واحدة شيوعية. ها? من من سيبيريا. وتزود. المم يعني اه الموضوع ده اسوء طويل وهنظلمه لو ايه? لو قعدنا نشرح فيه. الاخ الذي اعترض على الذهاب لاوروبا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل. وانا اريد ان اقول لا يرى الطبيب الا عند المريض. وقد يكون البعيد عن الاسلام مريض. ونحن نذهب الى المسلمين المقيمين بالملايين هنا او هناك. لا نثبت اسلامهم وامانهم. احبتي في الله سعدت بكم في هذه الحلقة. وادعو الله سبحانه تعالى ان يسر لنا ولكم كل الامور. لا تنسون من صالح دعائكم. ونسأل الله ان يرزق ابنائنا وبناتنا بالازواج والزوجات الصالحين والصالحات. وان يطرد عنه وعنكم شياطين الانس والجن. ونسل لكم من ضل الذي لا تضيع دائعه. ونلقاكم ان شاء الله الاسبوع القادم في مثل هذا الوقت. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اشتركوا في القناة. شكرا